سئلت عن حديث علي قسم الجنة والنار وأن أبا بكر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن علي إنه قسم الجنة والنار أو لا يجوز أحد الجنة أو الصراط حتى يأخذ جوازا من علي كل هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه ابن المغازل في المناقب وغيره وذكره ابن حجر الهيتمي في كتابه الصواعق ونسبه إلى الدار قطن وليس لا يوجد في شيء من كتب الدار قطن المطبوع والعلم عند الله تبارك وتعالى فالشاهد أن هذا الحديث مما يتغنى به بعض مؤلف الشيعة كالأنطاكي وغيره وهذا حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد فهو مهلهل الأركان منقطع بل معضل إعضالا شديدا يروه علي الرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما مفاوز فالقصد أن هذا الحديث باطل ومتنه باطل أصلا النبي لا يملك الجنة والنار وليس قسيما للجنة والنار فكيف يكون علي رضي الله قسيما للجنة والنار بل هذا الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى وعليه غني عن هذا الكذف فيه وفي شأنه وفضله ورد تحديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تغنينا عن الكذب على النبي والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته